هابي بيرزي تو يو هابي بيرزي تو يو هابي بيرزي تو بيبو هابي بيرزي تو يو سنة حلوة يا خطيب هم لازم يغيروها تبقى سنة حلوة يا خطيب بدل سنة حلوة يا جميل لانه هو المراضف جميل في اخلاقه جميل في ادبه جميل في قيادته جميل في اطباعه جميل في تعامله جميل في لعبه جميل في قدرته جميل في كل حاجة محمود الخطيب وكافة ما تقولش تاني طبعا اللي احنا بنقوله ده واللي انتوا شفتوه ده هو اصلا بيزعل لما بيشوفه بس ده حقه لازم نقولهوله ايه الجمال وايه الحلاوة دي بس ده كفاية مش كفاية هم قال ايه نسمع الحقيقة ناس كتيرة ما صادفاش الحظ انها تبقى قريبة من الكابتن محمود الخطيب والكلام اللي انا هقوله ده هقوله بمنتهى التجرد وبمنتهى الحب وبمشاعر خاصة وشخصية المحمود الخطيب اولا انا مش من جيله يعني هو جيله الراحل ثابت البطل العظيم اكرامي الرائع مصطفى عبدو الراحل صفوة عبدالحليم كابتن محسن صالح كابتن طار الشيخ كابتن مصطفى يونس كابتن مير همام كابتن احمد عبدالباقي كابتن فتح مبروك كابتن شطة كابتن حسن حمدي في اجيال قبل منه شوية يعني كابتن حسن حمدي واللي حصلوه بعد كده بقى كابتن ربيع ياسين كابتن شريف عبدالمنعم وكابتن متحط رمضان اسماء كتيرة عظيمة في تاريخ النادي الاهلي احنا جينا بعد كده بقى انا على ميهوب طهر ابو زيد وبعضا من اللاعبين يعني فاذا كنت عايز تتعلم يعني ايه حب النادي الاهلي فكنت تتقرب من محمود الخطيب اذا كنت عايز تتعلم يعني ايه الانتماء للنادي الاهلي وعشق النادي الاهلي وان انت تبقى كلك ملكك للنادي الاهلي تقرب من محمود الخطيب اذا كنت عايز تتعلم ازاي باسلوكك وانضباطك واخلاقياتك واطباعك وكلامك مع الناس واحترامك لنفسك واحترامك لناديك واحترامك لفنلتك واحترامك لجمهورك تقعد جنب محمود الخطيب اذا كنت عايز تشوف جمال وحلاوت وموت على كرة القدم ما تشوفش الخطيب في المتشاط شوفه في التمرين الخطيب كان بيعمل حاجات في التمرين حاجات جنان بس ما قدرش يعملها في المتشاط واول ما بدأ كان بيرقص الفرقة كلها لحد ما ده يديكوتي قاله لا تعالى ما ينفعش تعمل كده تعالى عشان تشتغل مع الفرقة كلها وتبقى لصالح التيم كله فما شفناش اكتر من خمسين في المية من مهارات وامكانيات محمود الخطيب السلوك والانضباط والاحترام سواء مع النادي الاهلي سواء مع المنتخب الوطني مع الاعلام مع زملائه احتضان الجدد احتضان اللعيب الجدد الخطيب يا جماعة في وقت من الاوقات وهو لعيب يعني ما كانش يقدر يحط رجله في الشارع لكن كم التواضع وكم الطيبة وكم الاخلاق وكم الانضباط وكم التربية لان انا كنت اعرف والده علي رحمة الله الحج ابراهيم الخطيب ما تشرفتش ان انا قابلت والدته لكن كنت اعرف والده واعرف اخواته وحيد وخالد وبعضا من اخواته ربنا يديهم جميعا صحة يا رب وارحم من توفى فالخطيب كانسان حدث ولا حرك كلاعيب كلكوا تفرقتوا لكن كرئيس للنادي الاهلي ما قدمه محمود الخطيب في اقل من 8 سنوات اصبح يسطر في كتب التاريخ واصبح علامة في قلب كل اهلاوي انتو شوفوا البطولات دي كل اهلي باخدها النادي الاهلي الاهلي لما بيخسر مباراة او بيخسر بطولة بتبقى ليلة صعبة على كابتن محمود الخطيب مهما قدمناه لكيبيبه من تهنئة ومن شكر ومن اشادة ما يكفيش لكن يكفي وبمنتهى الامانة والصدق كم من الاحترام اللي في هذا الرجل اللي بيفرضه على كل من يتعامل معه من الكبير للصغير ويحترم الصغير قبل الكبير ويقدر الجميع ولكن دائما وابدا هو عنده انتماء لبلده وعنده انتماء لنادي ترجمة نانسي قنقر